اختار ألف كابينا منجينيا أن يعبر عن سعادته بناجاته من رحلة الموت عبر المتوسط بالغناء دحكاته هذه تخفي خلفها قصة تحدي دفعته للمخاطرة بحياته في البحر سعيا للهجرة إلى أوروبا من أجل حياة أفضل ولكن أكثر ما يؤلم ألف هي تلك الأيام التي أنضاها في ليبيا المحطة التي اتخذ منها ورفاقه وسيلة للعبور إلى الضفة الأخرى وجدنا أنفسنا في ليبيا ولم يكن ذلك سهلا أبدا طريق العبور منها كان خطرا أيضا تعرضنا للضرب والبيع إنه إتجار بالبشر واجبرنا على العمل بدون مقابل وبدون أن يؤمن لنا الطعام أو الشراب كنا نشعر بالتمييز العنصري من قبل الليبيين تجاهنا وكأننا لسنا بشرا مثلهم تشالو لديه أيضا تجربة مؤلمة في ليبيا يخبرنا بها أمضيت في ليبيا سنة وأربعة أشهر سجنت لمدة شهرين بدون سبب تعرضت فيها أنا وآخرون للتعذيب لا تزال بعض آثار الضرب على ذراعي طلبنا نعيدون إلى بلادنا ولكنهم رفضوا تحدثنا الممرضة كورتني التي تعمل على متن سفينة الكرام للإنقاذ عن الكثير من قصص الساعين للهجرة ممن تعرضوا للاعتداء والاستعباد في ليبيا نشهد حالات كثيرة لمهاجرين مصابين بجروح وإصابات تدل على تعرضهم للتعذيب في ليبيا وفقا لشهاداتهم أو العلامات الواضحة على أجسادهم رأينا جروح الناجمة عن الاعتداء بآلات حادة هذا بالإضافة إلى الكثير من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال تكون حالتهن النفسية صعبة جدا ما كادت جروحهم تلتأم ليفاقم ملح البحر أو جاعهم ولكن بعد قصة هروبهم من الموت يجد الناجون هنا متسعا للأمل والفرح على متن سفينة الكرم في البحر المتوسط علم طيرة العربية ترجمة نانسي قنقم في هذا الصدري كل Laborات